ويتفق اقتصاديون ومزارعون على صعوبة الاستمرار بتحمل التكاليف الكبيرة لأجور الكهرباء لتشغيل المضخات الزراعية في تأمين مياه السقي للمزارع والبساتين من خلال خطوط الطاقة الوطنية وفيما يتحدث النائب حسن مردان عن حراك برلماني لتقليل تعرفة استهلاك الكهرباء للمزارعين وفق مبدأ يضمن تخفيض التكلفة يطالب فلاحون بساعات مجانية في مواسم الزراع والحصاد والتسويق لأن التسهيلات تعزز سلة العراق الغذائية وتتفق الآراء على أن دعم الزراع يعني توفير نشاط يستقطب حوالي 50% من الأياد العاملة في كافة المحافظات وبما يعزز فرص وإمكانيات الأمن الغذائي في البلد اشتركوا في القناة